كشفت السفيرة الأمريكية لدى بغداد دينا رومانوسكي أهداف الاجتماعات الامنية الثنائية ما بين بغداد وواشنطن رومانوسكي وعبر تدوينة على حسابها بمنصة أكس لم تتطرق للانسحاب الأمريكي من العراق إطلاقا وأكدت أن الاجتماع الأول لرؤساء اللجنة العسكرية العرية ما بين الولايات المتحدة والعراق يعكس التزام البلدين وتقدمهما في الانتقال نحو علاقة دفاعية ثنائية مستدامة وأشددت على أن واشنطن مستمرة في تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية للعراق لضمان أن يكون بلدا آمنا ومستقرا بسيادة كاملة